السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شبابي رب تكونوا كلكم بخير اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع هيسم معوض على قناة كوكب التكنولوجيا ناس كتير بتقابل مشاكل اللاج والتهنيج مع اجهزة ريدمي 9 وده طبعا بعد وصول ميو اي 13 اللي زود المشاكل دي بشكل كبير جدا وطبعا كنا مستنيين ميو اي 14 عشان يحل كل المشاكل دي زي ما شاومي قاله بس للأسف بعد ما شاومي وعدتنا ان ميو اي 14 هيوصل لريدمي نوت 9 وريدمي 9 طلع ان الكلام ده كله بلح يا معلم واعلنت انتهاء الدعم عن ريدمي نوت 9 وريدمي 9 وده طبعا معناه ان الاجهزة دي هتفضل على ميو اي 13 مع كل المشاكل اللي موجودة دلوقتي بس انا وعدتكم ان احنا هنحل كل المشاكل دي وبدأنا فعلا بريدمي نوت 9 وعملتلكو فيديو عن طريقة الرجوع لميو اي 12 على ريدمي نوت 9 وده طبعا خلى اداء الجهاز افضل بكتير وباقت دلوقتي تقدر تلعب اي الاجه بدون اي تهنيف فلو انت معاك ريدمي نوت 9 وبتعاني من كل المشاكل دي هتقدر تحلها زي ما شرحت لكم قبل كده في الفيديو اللي هيظهر دلوقتي في علامة الاي اللي فوق اما لو انت معاك ريدمي 9 فانا جاي النهاردة اقول لك ازاي تقدر تسبت النسخة الصينية المعدلة من نيو اي 14 على جهازك في الفيديو ده هقول لك ازاي تقدر تفتح البوت لودر من غير ما تستنى اسبوعه وفي الفيديو اللي جاي هقول لك ازاي تقدر تسبت الريكافري المعدل على جهازك بمنتهى السهولة وفي الفيديو اللي بعده هقول لك ازاي تقدر تسبت النسخة الصينية المعدلة من نيو اي 14 باستخدام الريكافري المعدل كمان الطريقة اللي انا هشرح لك النهاردة هتخليك تقدر تفتح البوت لودر على ريدمي 9 او اي موبايل من شاومي بيكون جاي بمعالج ميديا تك والميزة الاهم انك هتقدر تعمل كده من غير ما تخسر الملفات اللي موجودة عندك على الموبايل وبضغطة واحدة فلو انت اول مرة تشوف القناة انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس عشان تكون معنا في كل الفيديوهات اللي جاي ومن غير ما تقول عليكو يلا بينا نشوف الشرح طبعا كل الملفات اللي احنا هنستخدمها هكون سايبها لك في وصف الفيديو بروابط مباشر فاول حاجة هتعملها هتحمل الملفات دي وبعدين تعمل الخطوات اللي هقولك عليها دلوقتي هتفتح mtk driver وتثبت التعريف عشان الجهاز يتعرف على الكمبيوتر وطبعا التعريف بيتثبت بطريقة سهلة جدا فبتدوس على next وبعدين finish بس انا مش هثبته تاني لان هو اصلا متثبت عندي على الجهاز بعد كده بتروح على media tag bootloader unlock وتفك عنه الضغط والموضوع ده هياخد معاك حوالي دقيقة ولما يخلص هتفتح الفولدر وتروح على driver وجوه الفولدر هتلاقي في ملف اسمه cdc-acm.inf فهتيجي على الملف ده تدوس عليه right click وبعدين تروح على install فهتلاقي كتابلك the operation completed successfully وده كده معناه ان الملف تثبت بشكل صحيح فهتدوس على ok وبعدين هترجع هتلاقي في ملفين اسمهم usbdk واحد فيهم مناسب للاجهزة ال64 bit والتاني لل32 bit فلو انت جهازك 64 bit هتختار اللي مكتوب عليه 64 اما لو 32 هتختار اللي مكتوب عليه 86 المهم هتختار المناسب للجهاز بتاعك وتثبته عادي جدا زي ما بتثبت اي برنامج بعد ما تثبت الملف ده هتلاقي فيه ملفين تانين الاولاني مكتوب عليه unlock bootloader وده المسؤول عن فتح البوتloader بتاع الموبايل والتاني مكتوب عليه lock bootloader وده المسؤول عن قفل البوتloader بتاع الموبايل وطبعا اللي احنا هنستخدمه دلوقتي اللي مكتوب عليه unlock bootloader ولما تفتحه هيفتح معاك بالشكل ده ودلوقتي هتروح على الموبايل وتطفيه من خلال انك هتدوس دوسة مطولة على زرار الباور وبعدين تدوس على power off ولازم تستنى لحدا ما الموبايل يقفل خالص بنسبة 100% وبعد ما تتأكد ان الموبايل افل خالص هتوصله على الكمبيوتر من خلال اليو اس بي على وضع الEDL فعشان تقدر تفتح الموبايل على الوضع ده لازم تتأكد ان هو مطفي وتدوس على الثلاث زرائر اللي في الجامعة اللي هم زرار الباور وزرار رفع الصوت وزرار خفض الصوت واسناء ما انت دايس على الثلاث زرائر هتوصل اليو اس بي في الموبايل واول ما تعمل كده هتلاحظ ان الكمبيوتر بدأ يتعرف على الموبايل وبدأ يحمل عشان يفتح البوت لودر فكل اللي انت هتعمله دلوقتي انك هتسيب الموبايل وتستنى لحدا ما الكمبيوتر يخلص واول ما يخلص هتلاقي الشاشة دي اتقفلت لوحدها وبالمناسبة الخطوة دي بتاخد اقل من دقيقة ودلوقتي هتقدر تفصل اليو اس بي عادي جدا وتفتح الموبايل من خلال الضغط على زرار الباور ضغطة مطولة واسناء ما الموبايل بيفتح هتلاحظ ظهور الافل المفتوح اللي موجود في الشاشة من فوق ولما تفتح الموبايل هتلاقي كل الملفات بتاعتك موجودة ومفيش اي حاجة منها تحزف ولما تفتح اعدادات المطور وتروح على مي انلوك ستيتس هتلاقي ان الموبايل البوت لودر بتاعه مفتوح ودي كانت اسهل طريقة الفتح البوت لودر بدون انتظار لجميع اجهزة شاومي اللي بتيجي بمعالج ميديا تك استناني في الفيديوهات اللي جاية عشان اقولك ازاي هتقدر تسبت الريكافري المعدل اللي من خلاله هنقدر نسبت النسخة الصينية المعدلة من MIUI 14 على ريدمي 9 وقبل ما اقفل كنت عايز اقولك ما تنساش تتابعني على صفحة الفيسبوك اللي هسيب لك الرابط بتاعها في وصف الفيديو وكمان كنت عايز اشكر كل اصدقائي اللي بيكتبوا لي تعليقات اجابية ولو استفدت من الفيديو وما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى اكون فتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته